اشتركوا في القناة نعم كلمة مملكة البحرين شددت على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بشأن القضية الفلسطينية وبالمبادرة الفورية لاعتماد هدنة إنسانية تتوقف على إثرها كفة أشكال العنف والحصار لصالح الأبرياء كلمة جامعة وتجدد التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم تجاه القضية الفلسطينية هذا ما عكسته كلمة مملكة البحرين التي وجهها نيابة عن جلالة الملك المعظم سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياضة لبحث آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في قطاع قزة كلمة مملكة البحرين التي استهلها سموه بالتأكيد على وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني الشقيق أمام ما يعانيه من أوضاع كارثية تفوق القدرة الإنسانية على التحمل وذلك في ظل استمرار الحرب الدائرة على قطاع غزة وبالتصعيد يتجاهل القرارات والمواثيق الدولية وجراء الأوضاع المؤسفة شدد سموه على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته كافة لإنفاذ قراراته ذات الصلب القضية الفلسطينية وبالمبادرة الفورية لاعتماد هدنة إنسانية تتوقف على إثرها كافة أشكال العنف والحصار لصالح الأبرياء مؤكدا سموه أن إنهاء الكارثة الإنسانية المؤلمة في قطاع غزة مرهون بوقف إطلاق النار فورا وفي هذا الشأن طالب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة دولية طارئة ومستقلة للإشراف على تطبيق القرارات المتخذة لضمان توفير أعلى مستويات الحماية للشعب الفلسطيني وبالتحقيق المحايد فيما حدث ويحدث من عنف متصاعد ولمتابعة ملف الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين وبرصد وتحديد حجم الخسائر الميدانية تمهيدا لحشد الجهود لإعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب وجدد سموه تأييد ودعم البلاد للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وطبقا لقرارات الشرعية الدولية ونتيجة لقساوة ما نشهده من أوضاع أكد سموه أن القضية الفلسطينية أصبحت منارة للشرعية لفتت انتباه العالم بأكمله إليها نحو تسوية عاجلة لوضع حد للحرب والدمار وتمهد لحل الدولتين لخلق أمل جديد لغد أفضل ترجمة نانسي قنقر